اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي ترمستات السيارة او اللي بيسموه ترمستات الكوعة واحد من القطع المهدور حقه بين ملاك السيارات مش في مصر بس يمكن في العالم كله في كتير من المناطق سواء كانت حرة او كانت بردة عشان كده هنتكلم النهاردة عن ترمستات السيارة او ترمستات الكوعة بشكل واضع عشان نعرف بيتكون من ايه وايه وظيفته وبيشتغل ازاي واضرار الغاءه واعراض تلفه بس قبل ما نبدأ في الموضوع ده ما تنساش تدعم القناة بلايك وتحاول تشاهير الفيديو على قد ما تقدر عشان يوصل لأكبر عدد ولو لسه ما اشتركتش في قناة عربيتي اشترك في قناة عربيتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد تابعوا معنا الفيديو للنهاي الترمستات ده بيتكون من ايه مكوناته بسيطة للغاية وبتأدي عرضها ببساطة ودون تعقيل حيث يتكون الترمستات من اطار معدني مسبت به مانع للتسريب وصمام رئيسي تقوم سسطة ضغطة بالضغط عليه لاغلاقه ويتصل الصمام الرئيسي باستوانة مملوقة بالشمع نوع معين من الشمع وفي نفس الوقت تتصل استوانة الشمع بصمام اخر يسمى صمام التجاوز صمام التجاوز ده مسؤول عن تمرير سائل مية الريداتير عند غلق الترمستات ليدول السائل فقط داخل بلوك المحربك يعني المية ما تطلعش للريداتير عشان تتبرد بل تفضل محجوزة جوه البلوك بتاع المحرك عشان تفضل محافظة على درجة حرارته طب ايه هي وظيفة ترمستات السيارة؟ عشان محرك السيارة يعمل بشكل متناغم وسلس يجب ان يصل الى ما يسمى درجة حرارة المثالية وهي تتروح بين 80 ل 100 درجة مئوية تقريبا وكلما وصل المحرك لتلك الدرجة بسرعة كلما انتك قواته بشكل فعال ومثالي بشكل اسرع وتعتبر وظيفة ترمستات السيارة هي المحافظة ببساطة على بلوغ المحرك لدرجة حرارة التشغيل بشكل سريع عند تشغيل محرك وهو بارد او المحافظة على عمل المحرك في الحيز المثالي للحرارة في الاجواء الباردة حتى عند تشغيله لفترات طويلة طب بيشتغل ازاي ترمستات السيارة؟ عند درجة حرارة التشغيل المحرك اقل من 80 درجة مئوية ينكمش الشمع بداخل استوانة الشمع دفعاً الصمام الرئيسي للترمستات ليغلق الطريق امام سائل التبريد في اتجاه الريداتير وفي نفس الوقت يقوم انكمش الشمع بفتح صمام التجاوز وهو الامر الذي يؤدي الى عدم مرور سائل التبريد بالريداتير ويكمل دوراته المغلقة بداخل بلوغ المحرك فقط وعند وصول درجة حرارة تشغيل المحرك الى ما بين 82 درجة حتى 98 درجة مئوية يزداد حجم الشمع مع الحرارة فيتم فتح الطريق امام سائل التبريد الى الريداتير بعد فتح الصمام الرئيسي في الترمستات وغلق صمام التجاوز في نفس الوقت وهو ما يحافظ على درجة حرارة مثالية للمحرك ويمكن ان يقوم الترمستات بعمله اكتر من مرة عند الحاجة حتى عند تشغيل محرك لفترات طويلة طب ايه هي اضرار الغاء الترمستات ده؟ زي ما قلنا بلكده المحركات في السيارات الحديثة تحتاج الى العمل في حيز مثالي من الحرارة لتقدم افضل اداء ممكن لذا فعند الغاءة المستات السيارة سيحتاج المحرك لفترات اطول للوصول الى درجة الحرارة المثالية مما يدفع كمبيوتر السيارة للعمل بنامط الدائرة المفتوحة اوبن لو وهو امر ليس جايد بالمرج حيث يقوم كمبيوتر السيارة بتجاهل بعض قراءات الحساسات بالسيارة في سبيل الحفاظ على المحرك بما ان اشارة حساس الحرارة تقول ان المحرك لازال بارد وفي تلك الحالة يقوم كمبيوتر السيارة بتغيير معدل الهواء والوقود ويفضل ان يتم بخ الكثير من الوقود وهو امر يزيد بشكل كبير من استهلاك الوقود كما ان حرق الخليط لن يكون مثاليا وبالتالي يتم قصف عمر على البتلبية بشكل كبير وبالك وتقول بعض الدراسات الامريكية ان الغاء الترمستات قد يتسبب في رفع معدلات حرق الوقود بنسبة 8% سنويا ويزيد انتاج المحرك من الغازات الضرب ومعدل يصل الى 10% اكتر سنويا كما ان بعض الخبراء قد حذروا من اضرار اخرى لالغاء الترمستات مثل تجلد الزيت والعمل في درجة حرارة منخفضة لفترة اطول وهو ما يزيد من فترة وصول الزيت للدرجة المثالية للعمل فضلا عن بعض الاقاويل عن اختلاف نسب تمدد المعادن في بلوك المحاربة والتي لم اجد لها مصدر علمي موصول بالنسبة لأعراض تلف الترمستات تتلخص أعراض تلف الترمستات وفقا للعطل ولكنها تتلخص في اربع اعراض وهي اول حاجة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مبالغ وسريع في 15 ديئة مثلا او اقل من بداية التشغيل وهو عرض يظهر عند تلف الترمستات وبقاءه مغلقة ويمكن معرفة المشكلة مباشرة بالكشف على خراطيم الرداتية وعندما نجد احدهم بارد تماما والاخر ساخن للغاية نعلم مباشرة ان ترمستات السيارة مغلق كما يقع والحل هو استبدال الترمستات تاني عرض معنا هو عدم وصول المحرك لدرجة حرارة التشغيل او انخفاض درجة حرارة المحرك بشكل بالغ في الاجواء الباردة او على طرق الصفقة وهي علامة تدل على بقاء الترمستات مفتوحا تماما ويجب هنا استبدال الترمستات تالت عرض تزبزه بقراءة عداد الحرارة بسرعة وهي علامة تظهر عندما لا يقوم الترمستات بوظيفته بشكل مثالي وايضا هنا يجب استبدال الترمستات مع تفريغ الدورة جيدا من الهواء رابع عرض والاخير هو ظهور تسريب حول مكان تثبيت الترمستات وهو علامة على تلف منع التسريب المثبت بالترمستات وفي الحالة ديت هنحتاج تغيير منع التسريب اللي هو الجوان اذا امكن وبكده يبقى قلنا كل المعلومات الخاصة بترمستات السيارة او ترمستات الكوع زي ما البعض بيسميه ولو حسس ان انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير وتشترك في قناة عربيتي واستنونا في فيديوهات جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة